اشتركوا في القناة وذكرنا أن تتذكرون أننا تتكلمنا على كيف نطلب اليوم توازن بين متطلبات الرزق ومتطلبات الحياة هذا ما أتت به جائحة كورونا هي نبهتنا بالحقيقة الجائحة نبهتنا الجائحة إلى أهمية الحلول غير المستكشفة في الأزمات وخاصة الحلول التي تأتي من أربعة مصادر الله أكبر من حلول الاقتصاد الاجتماعي حلول المشكلة معقدة الحلول الاكتفاء الداتي والحلول التي تأتي من الصحة الجسدية والنفسية وذكرنا أن هذه الحلول بعضها تأتي من خلال التركيز على الصحة الجسدية والنفسية الله أكبر ومن هذه الحلول الخدمات الكنيليكية المرنة خدمات الأشخاص خدمات الأداء خدمات المنتج طبيعة المعالجة التي تحدث بسبب هذه النوعية الخدمات التي تأتي تركز على طبيعة المراثانية الفئة المستهدفة في أي نوعية من الخدمات مثلاً قطعت اليوم كثير من الخدمات كانت زيارة مثلاً إلى الدكاترا اليوم ما يحاولون يقللون وصولك إلى المستشفى حيث أن هناك أنت قد تأخذ العدوى وأيضاً أن أنت قد تنقل العدوى تكون أنت فلذلك تم الآن العيادات التي عن بعد انتشرت في العالم كله عيادات صحية جسدية أو نفسية وهذا ما أيضاً ساهم في تطور وهذه فرصة لم تكن هي يعني ما في حاجة الإنسان يروح مثلاً يراجع مراجعة دورية حق شيء إذا هو يستطيع أن يعملها من خلال الهاتف يحتاج طبعاً كل فترة أنه يكون فحص فيزيكل طبيبي يعني يكون هاي لكن في قياسات الآن حتى القياسات حتى الضغط السكر كله متوفرة في البيوت ومتوفرة عن بعد وهذه واحدة أيضاً العياج الطبيعي أصبحت هناك مثلاً بدأ ما أنا أروح إلى العياج الطبيعي ساعتين وأنتظر ويصير أندوري وكذلك علاج عبر مجموعة من الأشخاص بدلاً ما يكون الشخص عشر أشخاص مع بعض يأخذون من عبر السيشن خاص لهم مع العلاج المعالج الطبيعي وهكذا وبالتالي اليوم الخدمات الكلينيكية المرنية هي التي تعمل المرة ثانية حلول وتكون مناسبة لعدة أشخاص بنفس الوقت تؤدي للغرض نفسه أو قريب من الغرض نفسه لو كان الإنسان يضيع وقت ويذهب إلى المكان العلاج طبعاً هذه أتى بتوازن في الخدمات الطبية وطور الخدمات الطبية الإلكترونية من الورقات العلمية التي نشرناها والتي شهرت أيضاً وكانت بها نموذج اللي هو حماية الصحة العامة من الجواعح في المستقبل ومن المصدر فإحنا قلنا الأصل أن اليوم في أن نحدد الأسواق المحتملة لفيروسات الحيوانية الحيوانات المنشأ اللي هو زونوتك فيروسز يعني وهي زونوتك فيروس اللي هي عبارة عن فيروسات تأتي من حيوانات مفترسة مثلاً ومتوحشة وبرية مع توضع جمحة حيوانات أليفة والثنيناتهم يأكلهم الإنسان فأول شيء إنه قد ينتقل مرض بيروسي عند الحيوان المتوحش إلى حيوان أليف ونحن نأكله أو نأكل الحيوان المفترس وهذه اللي هو طبعاً لذلك سبحان الله الإسلام حرب كل ذي ناب كان في حكمة من ذلك يعني أن يكون الحيوانات المفترسة لم تصنع لي كي نأكلها هي مصدر لتجمع الفيروسات الغير صحية وبالتالي حتى لو طبخت يتم فيها الفيروس بطريقة أو بأخرى وبعضبالك لما تأكل نية في كثير من الدول العالم خاصة العالم الشرقي العالم الشرقية أقصى الشرق أقصد اللي هما الصين وهذه الدول والهند وإندونيسيا وهذه الدول اللي يأكلون طبعاً حيوانات في ناس فيجيتيريين فحنتكلم على إذن الأسواق ذات المخاطر الفيروسات الحيوانية هي التي يتم عليها التركيز هذه الأسواق هي التي يفترض أن يكون عليها فحص دوري وفحص ذكي فإرشادات الدعم الخاصة بالتفتيش الذاتي أيضاً هي يفترض أن يكون في تدريب دوري للتشخيص الذاتي وتقييم الذاتي هو أيضاً طبعاً تقييم مستمر بحيث تقضى شهادة خلوة من مخاطر الفيروسات الحيوانية حيوانية المصدر كل فترة وهذه العينات كل ما تأخذ أيضاً من المختبرات ومن المفتشين بناء على الحوادث والتاريخ والحوادث الوشيكة يتم من خلالها طبعاً التعاون مع هيئات الدولية وسلطات الصحة العامة في كل منطقة بحيث أن هي لو كانت الفيروسات حيوانية المصدر لا تسحب أكثر وبالتالي يتم سحب الشهادة والمراقبة وإذا كان لا يستمر مرة ثانية البيع في هذه الأسواق هذا المنهج كان من بدايات في الحق الكورونا في فبراير نشرت هالورقة في فبراير أو في مارس 2020 إذا نقع نتكلم على هذا المرة ثانية الفكر هو الذي الآن نفرض نتعلم تصيم الجائحة لكن أفريقيا لم تستعلم الجائحة ولا عندها القدرات والإمكانيات أنها تعمل ما حملة الصين من خلال الصين عندها تقنية متقدمة عندها يعني سيطرة من الأعلى للأسفل الحكومة الشيوعية فتسيطر على المجتمع بشكل قوي فبالتالي هذا لا نستطيع أن نتحكم به لو حدث هاي الفيروس أمر أثانية في دول أفريقيا إذا نحن نتكلم على نماذج جديدة يحتاج العالم دائما للتعامل مع قضايا الأقصال الاجتماعي بعد الجائحة ومن هذه النماذج أنه اليوم يفترض أن نأتي بحلول غير مسبوقة لأوقات غير مسبوقة لأن نحن نعيش في أوقات غير مسبوقة فيفترض أن نأتي بحلول غير مسبوقة تتجاوز المخاطر لا تأتي من الفيروسات تأتي من المخاطر أيضا الحيوانات وخاصة مثل ما قلنا الثعابي أو المرة ثانية الخفافي وغيرها والتي تختلط مع الحيوانات الأليفة وبالتالي تصل إلى الإنسان وتسبب لها مخاطر صحية ومخاطر في الإقصال الاجتماعي ومخاطر في السياسة الاجتماعية ومخاطر في استقرار جودة الحياة وأيضا يفترض أن يكون عندنا جاهزية عالية في أنواع من المخاطر التي تأتي ما بعد الجوائح منها مثلا أن تكون مثلا بسبب الأغلاق تكون كثير من المباني مغلقة لما يتم فتح المباني الناس تهتم بتنظيف الغرفة لكن الأخطر شيء في المباني هو ما يأتي من التهوية أو ما يأتي من المكيفات أو ما يأتي من أجهزة التدفع وهذا تتجمع نوع من البكترية تسمى الجينيلا وهذه البكترية هي خطرة جدا طبعا على الرئو وتسبب مضاعفات كبيرة في جهاز الرئوي وتأتي بالحرارة وتقتل كثير من الناس فلذلك يفترض وأيضا نفس الشيء المياه الهيترز المياه الحارة نفس الشيء للسخنات أيضا تكون هي مصدر لهذه النوعية من البكترية خاصة السخنات في المباني الكبرى في الجامعات في المستشفيات في الأماكن التي يكون فيها أغلاق والفترات طويلة إذن نحتاج أن نعمل أيضا نوع من الاستعداد لهذا النوع من المخاطر التي تأتي ما من بعد الجواح بسبب الأحداث التي أو التداعيات التي حدثت في أثناء الجواح نحن دائما لازم نفترض أن ننظر أيضا واحدة من نماذج الصالة لأن ننظر إلى مراحل لاستجاب القضاء على الجائحة وهي مراحل في الحقيقة لنضوج الفرص فإحنا دائما عندنا المقارنات بين عصر ما قبل الجائحة وما بعد الجائحة والتقلبات التي تأتي مع الجوائح في كل موجة من الموجات التي انتشرت فيها مرتاني الكورونا الموجات الخمسة أو الأربع المعروفين الرئيسيين نجد أنه كان في فرص ومع العمل على تصطيع الفرص تصطيع الفيروس يبتد أيضا الفرص أيضا يتقل لذلك يفترض أن نكتشف هذه الفرص التي من خلالها نستطيع أن نبني مفهوم معادلة القدرة مقابل الطلب قدرة مجتمعية أعلى على التكيف وقدرة أفضل على مرة ثانية للتعامل مع بدايات الجائحة أو بدايات كل سايكل بداية كل موجة وقدرة أفضل على استكشاف الفرص في كل موجة من الموجات وهذا ما هو النموذج ينادبا استفادة من هذه الفرص بطريقة سليمة تجربة الفرص بطريقة سليمة فيه أيضاً نموذج آخر مهم جداً تعلق في الصحة الجسدية وهو رفع قدرة العائلة وكبار السن نهدف من النماذج هذه نماذج في الحق العناية بكبار السن أن في الحقيقة ما بعد الجواح دائماً نحتاج إلى أن نهتم بكبار السن لأنهما يصدهم نوع من الإعزال مسرعات كأننا ندخلوا فيهم مسرعات لتكبير سنهم أو لعزلتهم أو لأسباب شيخوختهم فبالتالي نحتاج إلى نبني مرة ثانية روح العائلة الممتدة نبني العناية من الأقرباء بشكل سليم ولذلك من أنه نماذج كثيرة تتعلق في تمدد ذاكرة الآباء المسنين ذو الخرف المبكر لسدهم دبنيشة أو سدهم زهايمر وكيف نبني ذلك من خلال مثلاً اللعب فنستطيع نقول مثلاً أنه تم الاهتمام في القدرة على التكامل والتواصل بناء لكي يبني المزاج التشاركي لدى كبير السن يعادة تطوير الغدرة الكبار السن على التفاعل مع بي المحيطة استخدام سلوب الحياة والذي يتغلب على العزلة طبعاً الحالة الصحية أثناء الجاحة أيضاً مهمة جداً وفهم الدافع الذي يمكن أن يؤدي إلى سلوك أفضل لدى كبير السن أيضاً تأكد من بقاء قنوات الاتصال الفاعلة مفحمة بالحياة وأن تكون مصدراً الإثارة الاتصال نقصد فيه أصدقاء المريطانية للتفاعل مع الأحداث بشكل عام طبعاً فاليوم عشان نتجنب أنه يصبح أكثر لا مبالاة كيف نقضي على الأسباب اللا مبالاة لدى كبير السن كيف أن فقدان الذاكرة وقلة التركيز والحذر والتعبير أو الانخراط كلها هي مسببات وإيضاً القدرة على تنظيم واستدعاء المعلومات الجديدة بشكل سليم الشعور بالثقة والقدرة على تنظيم المعلومات وتخدينها أيضاً هذه من أسباب مرة ثانية تبديد ذاكرة الأباء أو الابتكار في تبديد ذاكرة الأباء من خلال اللعب هذه المعطيات كلها تشكل لنا منطقة للرب بين عناصر الإثارة والتحديات في دماغ كبار السن وتحديد المدخلات التي هي مهمة لهم وتفاعلهم وعمل إجراءات التي من ممكن أن تدعم أثر الألعاب وبالتالي تزيد من الناتج المقاس أو النتيجة أو الأثر المستهدف في هذا النموذج أيضاً تكلمنا على مرة ثانية كيف لما نعيش مع كبار السن كيف نحتاج التواصل معهم نحتاج إلى مرة ثانية نموذج عمل كأباء مسنين نحتاج إلى أنهم مشغولين وقدرتهم على أنهم يعني يعملون ويعدون الأشياء التي تتعلق فيهم نحتاج إلى تأهيل الوالدين بطريقة سليمة نحتاج إلى العافية مفهوم العافية نحتاج إلى نفهم التركيب السكانية ودور الأباء المسنين نحتاج إلى نموذج عمل السبب الوالدين ما قبل الشيخ وكيف كانت حياتهم هل هي نشطة أم لا نحتاج إلى تصميم متعاطف لهذه الوالدين وأيضا القضايا السلامة بشكل عام والعيش في أسرة متعددة الأجيال واستغلال الفرص بشكل أو بآخر وطبعا جودة حياة هؤلاء الأباء هذا العيش بنظام ذكي يحقق لنا أيضا نموذج آخر التقليل والامتصاص لمخاطر جوائح مع كبر سن كيف نامتص أثر الجوائح الآن على حسب الطلب تحسين وصول الخدمات الحفاظ على الخبرة من خلال الأرشاد الاتصال بالمجتمع المحافظة على القدرة على الأداء تحسين التداخل في قضايا المجتمع كيف الوالدين هما عندما يداخلون مع قضايا المجتمع سواء هم مشاركين فيه يشتغلون في المجتمع المدني في مؤسسات مجتمع مدني أو هما لهم تصويت أو لهم نوع من الاستشارة أيضا هكذا يساهم في تحسين قدرة الحكومات وأيضا خدمات صحية واستعدادية المجتمعات والمتطوعين لهكذا نوع من التغيرات التي توخذنا مشروع مثل صناعة وبر الأبل في القرى رح نجد أنه وراع هذا المفاهيم فبالتالي أصبح هناك تعرف على عمل مصنع التي أقوم بها كبار السم من النساء ثم أصبح هناك تعرف على مهارات المتوفرة وتسلسل البيع وحتى بيعة في كمنتج سواء من كبار السن في القرى أو في داخل المصنع ثم أيضا دراسة أسئلة سريعة لعملية لجودة حياة العاملات في المصنع مقابل العائد للمصنع من البيع وأيضا تجربة نموذج نماذج تحرر وأيضا تجربة نماذج تحرر العاملات وتحول هنا للادات أعمال يرفعن من جودة حياتهم وجودة حيات خراهم من خلال مرة ثانية قدرتهم على إنتاج منتجات مبتكرة وتكون في القرى وبالتالي معرفة أهم الأشياء في التصنيع وهو الوابر الأبل وهو نوع من الغزل الأبل وهو نوع من غزل الوابر اليدوي والصوف الذي يباع طبعا ومطلوب جدا في العالم الغربي هذه المفاهيم في الحقيقة هي لتخلينا دائما نشوف أنه والله فعلا نحن لازم نستعد حق اقتصاد شيخوه من هكذا مشاريع مشاريع تربط بين القرية وإنتاج المرأة مدى الحياة وتعلمها بحيث تعكس على أيضا مشاريع تتعلق في الوقف التجريبي من خلال المكاين التي سوف نعمل عليها أو يعني مكينة الأبل أو أو أداة النسيج والنسج للأبر أو أداة النسج لوبر الأبل وبالتالي أو صوفه ولما يكفي لإنتاج مثلا في البداية سجادتين ثم أيضا ندخل في شروط الوقف والتدريب للبنات أو النساء من خلال كبار السن هؤلاء ويكون صافي العائد أيضا يكون شراكة مع صاد الهام بحيث نحطه في مشاريع أخرى وأيضا تطوير القدرة على البيع للمنتج من خلال القصة والتغليف للمنتج والجمهور مستهدف لسجاد وبر الأبل العضوي واليدوي وأيضا تحويل المصنع ليكون في القرى وبحيث يستفاد مننا من المساعات في المصنع وليكون أحد المستثمرين في المصانع الصغيرة في القرى إذا نتكلم على مصانع تتحول المصانع إلى مصانع في القرى القرى هي التي تصنع والمصنع هو يجمع والقرى عبارة عن مجموعة من الأسر تعمل مع بعضها البعض بحيث أن تستفيد من الوقت وعمل وقت في كثرة الانتاج وكيفية الانتاج وقيمة الانتاج أتوقع أقف معكم أخواني وخواتي عند هذا الفاصل ونواصل معكم إن شاء الله اشتركوا في القناة